كل جهود الحكومية لتدبير هذا الملف الوطني ونذكر على سبيل الحصر ما يلي علامة تشوير الطرقية المكتوبة بحرف تيفيناخ رصدنا مجموعة من الأخطاء الكارتية في اللوحات المتبتة وفي علامة تشوير الطرقية رغم أننا نتوفر على مؤسسة وطنية تنات بها مهام النهوض بالأمازيغية لمعار هذه اللغة الدستورية حرمان المواطنين المواطنات والمواطنين الناتقين باللغة الأمازيغية من تجياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالأمازيغية رغم توفر كل الضمانات الدستورية والإمكانيات اللوجستيكية لتعزيز حضور هذه اللغة بمراكز الامتحان الخاصة بالحصول على رخصة السياقة رصدنا كذلك حضور باهت ومنعدم الأمازيغية في البرنامج التحسيسي والبلاغات التي تصدرها الوكال الوطني السامة الطرقية سيروز المحترم هذا الورش الوطني لا نريده أن يخضع للمزايدات سياسوية الضيقة بقدر ما نريده أن يكون عنصر غني ومفخر ومفخر لمجازات الوطنية التي تدعم مصار بلادنا التي اختارت بقناعة ترسيخ التعددية التقافية واللغوية التي يتميز أمة العريقة علامات تشوير ماشي من اختصاص وزارة النقل من اختصاص وزارة التجهيز ولكن بالطبع غادي نقولها الشيء لسيد نزار بركة أما بالنسبة للاجتياج ديالرخصات السياقة غادي إن شاء الله نفتحوا هذا الورش هذا ونستجبوا لهذا الطلب شكرا شكرا